تجد مثلاً اليوم في الصحراء الجزائرية أقل شيء من جهة مالي أقل شيء مالي وحدها هناك خمسين ألف عسكري من جهة النيجل ما يقار بهذا العدد يعني هناك حوالي مئة ألف عسكري ليغطوا مالي والنيجل وإلى حد ما الحدود الليبية في من ورق له ونزل تحت لكن مع ذلك تختص أستاذات ويتم ضربهم والتعدي عليهم في برج باجي مختار اللي هي منطقة حدودية اللي نعرف أن فيها جنود جزائريين مساكين يعني كان حتى يفقد عقله يعني لأن مناطق هذه مناطق صعبة جداً جداً بما مع وجود عشرات الألاف من الجنود وجود الجدرمية والجي جيف والعسكر والبوليس يأتيوا الناس يدخلوا وليس لمرة الأولى يعني كنت نقرأ في الملف ونتابع فيه عدة مرات يعني هذه الواقع على التعب البرج باجي مختار هذه اللي تفجرت أمس في الحقيقة هذه واحدة من الاعتداءات اللي منذ سنوات عندهم ثلاث سنوات والأستاذات مثلاً هذون أو أستاذة وأخها أخريات يشتكين سرقات للسرقات تهديدات محاولات الاقتصاب وكينوينصراء الاقتصاب وكانوا مثلاً في أفريل اللي فات كانوا داروا مظاهرة لأن السرقات أشياء مشابهة تم الاعتداء على أستاذات حاولوا يقتصبوهم شكون بلاد كلها المفروض كلها عسكر وجدارمية محروصة حراسة شديدة لكن يحدث هذا إما إذن واضح أنها إما عملية ديرس تريد خلق نوع من الرعب من التخويف وبعد تقول هذو أفارقة جاءوا من مالي أو إلى آخره أو قضية فشل أمني كالعادة يعسوا الحراك يعسوا الشعب يخنقوا قاديري أو أي حر من أحرار الصحراء في تام الراست أو في أدرار أو في بشار أو في البرج برج بجي مختار أو تين زاوة تين أو أو عن صالح أو ولكن هذه الأستاذات صرحوا صرحت النقابة قالوا منذ ثلاث سنوات وما يطالبوا بي حارس واحد المدارسة في برج بجي مختار ما عندهمش حارس واحد وهو تقرير نقرأ فيه في إحدى الجرائب هذه جالة الوطن سلمة لمساني زينب أبوشو جاءب التقرير فيه تفاصيل في الحقيقة لما الواحد يقرأ محطة من بين السطور ومحطة السطور مرعبة ولكن مش هذا برك أنا شفت كتابات بعض الأسر وبعض الأستاذات وبعض الأساتذة من اللي كتبوها في فيسبوك أو اللي وصلتني كرسائل لكن علش رجعت لهذا لأن هذه جريدة رسمية وهي تحم وهي تصدر ثم إلى آخره في غضب غادروا الأساتذة غادروا الأستاذات غادروا سبعة وخمسين أستاذة غادرت عن طريق طيران و عشرين أخرى غادروا في حالة هروب عن طريق الأرض عن طريق طريق البري و ثمانية وثلاثين أخريات أيضا غادروا بطرق مختلفة بما فيها أنهم راحوا عن طريق البيست هربوا يعني ثمانية وثلاثين وسبعة وخمسين وعشرين سنتكلم على أكثر من مئة وعشرة أو مئة وعشرين أستاذة فرط بمعنى أن برج باجي مختار الآن تقريبا بدون أساتذة نحن عارفين أن التعليم الأغلبية التي تعليم في الجزائر ككل الأغلبية هم نساء ربما نسبة ستين أو خمسة وستين بالمئة نساء تقريبا ثلثين وهؤلاء النساء هربوا حتى الرجال يشتكون وكثير منهم جايين من مناطق أخرى بطبيعة الحالة سواء جايين من مدن مثل ورقلة وبسكرة ولغواط أو جايين من عنابة ووهران وتزيوزو إلى آخر بش يدرسوا لهذه الناس اللي هناك مفقرين بالرغم من أن الأرض انتاحهم تحتها كلها ذهب معادل نفيسة مياه بيترول غاز لكنهم من أكثر الناس تفقيرا وتجويعا جزائر كلها مفقرة لكن طبعا كلما نزلت جنوبا كلما كانت الكارثة أكبر مما يعني أنهم يتلاعبون بالوحدة الوطنية يتلاعبون به يقدروا يخلقوا لك حركات انفصالية عادي لما الناس تعيش ميزيريا كحلة طول لها ويشوفوا بليون فيش حل ويشوفوا أن الحراك اللي كان ممكن يقض البلاد ويبني دولة مدنية عادلة دولة عادل دولة حق دولة قانون الناس تأخذ فيها حقوقها وتقوم بواجباتها مفيش وكثير من أخواننا هناك في المنطقة كيتحركوا يتقو عليهم الرصاص راكم سمعتوا فيها السنة فقط الأخيرة أكثر من مرة مظاهرات احتجاجات كانت تعطين زواطين قبل حوالي سنة وكانت فيها ولكن في كثير من الأماكن يغلقوها على أساس أنها مناطق عسكرية لكن يجوه سراقين وكذا ما كان مشكل المشكل هو على أبناء المنطقة اللي مرات يتلقوا عليهم الرصاص والناس راي تعرف هذا وكان شهادات كثيرة جدا لديك كمشة من العسكر كمشة من الجنرالة تعبث بالبلاد تعبث بالاختصال تعبث بالاجتماع تعبث بالتعليم تعبث بالتربية تعبث بالجيش تعبث بالسياسة تعبث بكل شيء لأنها تعتبر نفسها الجزائر ملكي ومشتاع شعبها وليذلك مرة أخرى قولها نحن ليس فقط طلاب حرية وإنما تحرر تقرير مصير وهذا الشعار رفع في الجزائر وما زال يرفع طلاب استقلال من الكمشة العسكرية كمشة صغيرة استولات على الجيش ومن خلال الجيش استولات على الدولة استولات على مؤسساتها وخوفت الشعب بأبناؤه مع أن الجيش في حد ذات رأي متدهور حالوحة ومتدهور جدا أشياء كثيرة مؤلمة ومؤلمة جدا في الحقيقة ولذلك الأمل بعد الله سبحانه وتعالى هو في الحرك